أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح والحل في أمر جاء من السماء أمر من الملك الملوك ورب الأرباب إيه هو الأمر ده؟ الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا بمعنى أن ما فيش واحد على الأرض ما يلزمهوش التوبة لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوازهم مجد الله في شخص بيقول دلوقتي أتوب عن إيه ولا إيه؟ ده أنا عملت كل الخطايا الجهرية والسرية أقول لك عزيزي المشاهد ما تفرقش عند ربنا عدد الخطايا سواء من ناحية نحة أو عددها سواء عملت خطية واحدة أو ألف خطية صغيرة أو كبيرة أنت خاطي وتستحق جهنم أنا أسف أن أنا بقولك كده لكن ما تخافش الله مستعد أن يتغاضى عن أزمنة الجهل مهما أنت ما كنتش تعرف أن الله عنده الحل عارف الحل إزاي؟ بس قبل ما أقولك الحل هحكي لك حادثة حصلت لبني إسرائيل أيام موسى لما تزمر شعب إسرائيل على الله الله عقبهم بالحيات السامة في الصحراء لكن موسى النبي طلب من ربنا أن يرفع العقوبة عنهم يا رب ارفع العقوبة عنهم الله طلب من موسى أن يعمل حية نحاسية ويرفعها وكل من يلدغ من الحية ويبص للحية النحاسية كان بيتشفي المسيح أشار للحادثة دي وقال أن زي ما كان الشعب بيبص على الحية النحاسية المرفوعة ويبرأ هو كمان حيرتفع على الصليب وكل من يؤمن بيه يبرأ من عقوبة الخطية وكمان في نبوة سفر أشعية عن المسيح بتقول إيه؟ اسمعوا الحدة دي سفر أشعية دي قبل المسيح بسبعوية سنة يقول بالآية والنبوة بتقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لإني أنا الله وليس آخر التفتوا وبصوا على المسيح المصلوب اللي دفع تمن خطياتك عشان يخلصك إقبل المسيح عمله أرجوك ما تعنتش قبل ما تفوت الفرصة لإن الكتاب بيقول لإنه خد بالك من الكلام اللي جاي لإنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل يعني المسيح أقام يوما حدد يوم هو فيه مزمع المسيح اللي هيأمل كده أن يدين المسكونة بالعدل المسيح مات من أجل خطياتك وقام من أجل تبريرك يعني أنت عليك فقط القبول وزي ما بيقولوا اللي فات مات وتبدأ تمشي على خطوات المسيح المسيح ضمن لك الحياة الأبدية المسيح هو الحم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر